مرحبا بكم احبائي كيف تكون اليوم رح نعمل الحليب المكثف المحلة هيك بلمح البصر المكونات متوفرة بكلبات بداية بدي كوبان من حليب البودرة استخدموا اي كوب متوفر عندكم بس كاملوا بنفس الكوب يفضل يكون نوعية حليب البودرة جيدة تتحصلوا على اروع طعم وقطيبة من الجاهز بحط عليهم كمان كوبان من السكر سكر حبيبات عادي بدي قدر ملعقة صغيرة من الزبدة حلقت ملعقة شاي نفس الكوب بدي عبي فيها مي غليانة شايفين الدخنة كيف عم تطلع بحطها فوق بقية المكونات بسم الله هلأ بخفقونا خفقت المزيج كتير منيح ننتقل هلأ على الغاز اصغر عينة غاز على اخفة درجة حرارة بحط الكسرار وبنزل الخليط بسم الله فرقتن لاخر نقطة الموضوع هون جدا حساس اول شي اجباري نستعمل الشوبك وتمني عم حرك فيه ماشي الايدي منه لانه هيحترق منكن اذا كانت النار عالية واذا ما عم بتحركوا ضروري جدا احكيها الملاحظات احباقي تتنجح معكم مية بالمية ابتمنى حرك فيها بس لحتى تغلي اول ما بتغلي رح ارفع مباشرة عن النار ما تقولوا خلاص انا ايدي فيها عم حرك خليني اول نار تاكسب وقت لا ابدا صدقوني حتحترق منكن حتلو عم بتحركوا هن يضغربي يغلو متعطلو هام عم حركها هيك تحرك الجوانب كمان عفكرة بدي لكم شاغلي هاي تاني مرة انا بصوروا لهالفيديو اول مرة قويت النار قلت خلاص انو يلا انا عم حرك ما حيحترق مني شو احترق حرك صور كله لونه بني فهي تاني مرة عم صور وتقديرا لجهودي لاني عم قدم لكم كل شي بصدق حطوا لي اكبر لايك ويلي معا بالو هو حور انا عم قدم لكم شي انا كتير بحب قدم لكم اياه بيكفيني كومنتاتكن الحلوة ودعواتكن يلي عن جد بتفرح قلبي من جوه هدي شي انا بيكفيني وبتشكركم من كل قلبي بلش التغلي خلاص رح تفي تحت شايفين قواموا احباي تفرجيكم قواموا هو سخم لسه بس يبرد اكيد رح يتمسك اكتر واكتر نشاء الله يكون واضحة عليكم بجيب عندي مرتبين انا منضفته ومعقمته هلا رح نزل فيه الحليب المكسف تفرجي قواموا يبقى قواموا قواموا الآن المرتبان سيكون ساخن سيكون ساخن سوف أعطيكم قوامه و قوامه قليلا سوف أعطيكم قوامه بعد أن يكون برد ساعتين هذا الحليب المكذف يوجد الكثير من السينبوم و يجب أن يكون كثير من المحل لأنه كثير من المحل سوف أعطيكم قوامه و ليس صغيره برد سوف أعطيكم قوامه و أعطيكم قوامه ساعتين ساعتين قوامه سوف أعطيكم قوامه بعد أن يكون برد سوف أعطيكم سوف أعطيكم سوف يأخذ العقل قوة جدا رائعة احب بقي والسلس متل ما شايفين عفكرة بالنسبة للتخزين قبل ما انصى فينا نخزنه بالبراد لمدة اقل شي اقل شي اسبوعين يعني انا صراحة قبل هلا عملته بقي عندي اكتر من ثلاث اسابيع بس رح الكن اسبوعين بس هو بضاين اكتر شو رايكم شو رايكم بها الجميل اقولولي انتو احلى من الجاهز مافي احلى منه للتزين للسينابون لكل شي حلو بدو تزين بيتزين فيه بكل سهولة لانو قواموا متل ما شايفين احباقي سميك وانا هون احباقي رح انهي الفيديو طبعي اليوم بتمنى من كل قلب تكونوا استفدتو بيكون عجبكم هالفيديو اشتركوا بالزر الاحمر يلي بي اسفل الفيديو اذا لسا ما شتركتو تتكبر عيلتنا اكتر واكتر وهلا احلكن باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة